والصلاة والسلام على النبي العربي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهلاً وسهلاً بكم يا أصدقائي في درس جديد ومهم وهو حديث شريف بعنوان الحلال والحرام وكما تعلمون أن الحلال والحرام هما صلب الدين الإسلامي وأساسه لذا استمعوا يا أحبابي لتفسير الحديث النبوي وأنصتوا جيداً عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب دعونا نوضح المعاني الجديدة أولا فكلمة مشتبهات تعني أمورا ليست واضحة بأنها حلال أو حرام ومضغة تعني القلب أما العرض بكسر العين فهو البدن أو النفس أجمع علماء المسلمين يا إخوتي على أهمية هذا الحديث النبوي الشريف وكثرة فوائده وأنه أحد الأحاديث النبوية التي يرتكز عليها الإسلام وسبب عظم موقعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه فيه على أهمية صلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها وأنه ينبغي على المسلم أن يبتعد عن الحرام ويترك المشتبهات وهذا سبب لحماية الدين والعرض والفوز بالجنة والمقصود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمعناه أن الأحكام الشرعية تقسم لثلاثة أقسام رئيسة حلال بين واضح وحرام بين واضح والمشتبهات فما المقصود بهذا؟ تابعوا معي بداية الحلال بين وواضح تعني أن الأمور التي شرعها الله عز وجل وسمح بها معروفة وواضحة مثل الخبز والفواكه والزيت والعسل والكلام والنظر والدراسة وغيرها والحرام بين وواضح تعني أن الأمور التي حرمها الله على عباده واضحة ومعروفة أيضا مثل الخمر ولحم الخنزير والغيبة والنميمة والسرقة وغيرها وأما المشتبهات يا أعزائي فهي أمور ليست بواضحة الحل أو الحرمة فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها الشرعي وقد يقعون بالحرام دون معرفة منهم والآن يا أحبابي سأحكي لكم قصة الفتا عامر وذلك حتى تفهم الحديث النبوي الشريف أكثر فهل أنتم متحمسون لسماعها؟ هيا بنا يحكى أن عامر ذهب برفقة والده في نزهة إلى البحيرة وكانت البحيرة زرقاء صافية يسبح فيها البط والسمك وتحيط بها الأزهار الملونة من كل جانب قال عامر مندهشا سبحان الله الخالق العظيم ما أجملها وما أبدع صنع الله وهنا سأل الأب هل السير حول حافة البحيرة أمر ممتع وسهل؟ أم هو خطير يا عزيزي؟ أجاب عامر فورا بل خطير جدا يا أبي فقد تنزلق قدمي في البحيرة وأسقط فيها لا سمح الله قال الأب كذلك الأمر يا بني في الحلال والحرام فالحرام الذي أمرنا الله ورسوله باجتنابه هو كهذه البحيرة أما الحلال الذي أباح لنا الله ورسوله فعلا فهو كالأرض الواسعة المحيطة بالبحيرة كلها وحافة البحيرة هي الأمور المشتبهات التي نشك أهي حلال أم حرام لذا الأسلم لنا أن نبتعد عما نشك بحله أو حرمته حتى لا نقع بالحرام دون أن نقصد فهم عامر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لوالده شكرا يا أبي على هذه النزهة الممتعة وحين أعود إلى المنزل سأعيد قراءة الحديث النبوي الشريف وأحفظه جيدا فقد فهمته حيا على الصلاة وصلنا يا أعزائي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والمقصود بها أن بعض الأمور المشتبهات ورد فيها حكم شرعي من العلماء بأنها حلال أو حرام فإذا صدرت فتوى شرعية فيها فقد أصبح الأمر واضحا للمسلمين ووجب اتباعه ولكن إذا بقي هناك شك في هذا الأمر ولم يتفق عليه العلماء فالأسلم لابتعاد عنه حتى يبرئ المسلم ذمته ويصون عرضه من كلام الناس ويتقي عذاب الله تعالى ولكن يا أحبابي هل تعرفون المقصود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه حسنا سأجيبكم المقصود هو أن الراعي الذي يرعى مواشيه حول حمى الناس أي بساتين الناس التي يمنع دخولها قد يغفل أو ينام فتذهب الإبل أو الغنم وتأكل من زرع الناس ومحاصيلهم فقد تعد الراعي على حمى الناس لأنه اقترب منها وغفل عن غنمه فلو كان بعيدا لن تأكل المواشي منه والأسلم أن يرعى الراعي بعيدا عن هذا الحمى كذلك الذي يقترب من الأمور المحرمة أو يبدأ بالأشياء الصغيرة فإن قلبه قد يضعف ويتبع هوى النفس ويطيع وساوس الشيطان فيقع في الحرام ونستنتج يا أحبابي أن المسلم لا يقترب أبدا من الأمور المحرمة خشية أن يقع فيها حيّعنا الصلاة أهلا وسهلا بكم يا أحبابي من جديد وصلنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه فما المقصود بهذا القول؟ تابعوا معي المقصود هو أن عادة الملوك من العرب وغيرهم أن يكون لكل منهم حما يحميه عن الناس ويمنع الدخول فيه ومن دخله استحق العقوبة ولله تعالى حما وحمى الله هو محارمه أي المعاصي والذنوب التي حرمها مثل القتل والزنا والسرقة ومن اقترب من الحرام فقد تعدى على حما الله تعالى والآن يا أعزائي وصلنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فما المقصود بها يا أحبابي تابعوا معي إن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب فالقلب هو الأساس فإذا صلح القلب صلح الجسد كله فالعبد حين يعمر قلبه بالتقوى والخوف من الله تعالى فيتبع أوامره ويجتنب نواهية استقامت جوارحه وصلح أمره أما إذا فسد القلب بالشكوك والأوهام والمعاصي فقد فسدت الأعضاء والجسد كله لذا ينبغي للمؤمن يا أحبابي أن يتحر الحلال في مطعمه ومشربه وجميع أفعاله وإذا اشتبه عليه أمر وشك في حله أو حرمته فالأسلم أن يتوقف عنه حتى يتضح حكمه وفي هذا الحديث النبوي الشريف يا أحبابي يؤكد نبي الله صلى الله عليه وسلم على السعي في إصلاح القلب وحمايته من الشرور والمفاسد وذلك حتى نلقى الله بقلب سليم خال من الذنوب والمعاصي فقد قال تعالى في سورة الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم جعلكم الله وإيانا منهم حيا على الصلاة والآن يا أعزاء الطلاب وصلنا لنهاية شرح حديث الحلال والحرام ولقد تعلمنا معا الحلال هو الأمور التي شرعها الله عز وجل وسمح بها مثل أكل الخبز والخضروات وممارسة الرياضة الحرام الحرام هو الأمور التي حرمها الله على عباده مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والكذب المشتبهات هي أمور ليست بواضحة الحل أو الحرمة فلا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها الشرعي إذا أصدر علماء المسلمين فتوى شرعية في الأمور المشتبهات فقد أصبح الأمر واضحاً للمسلمين ووجب اتباعه وتعلمنا أيضاً إذا شك المسلم في أحد الأمور المشتبهات التي لم يتفق عليه العلماء فالأسلم الابتعاد عنه حتى يبرئ ذمته ويتقي عذاب الله تعالى حمى الله تعالى هو محارمه أي المعاصي والذنوب التي حرمها مثل القتل والغش والسرقة ومن اقترب من الحرام فقد تعدى على حمى الله تعالى صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب فالقلب هو الأساس فإذا صلح القلب صلح الجسد كله وإذا فسد القلب فسد الجسد كله أرجو أن تتحروا الحلال يا أصدقائي وأن تبتعدوا كل البعد عن الأمور المحرمة وذلك حتى تنالوا رضا الله تعالى في الدنيا والآخرة إلى اللقاء في درس جديد ترجمة نانسي قنقر